اشتركوا في القناة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى النبي عليه السلام قال يا رب أرني أبانا الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه الله تعالى آدم عليه السلام فقال موسى أنت آدم الذي أخرجتنا ونفسك من الجنة قال له آدم نعم قال أنت الذي نفخ الله تعالى فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك قال نعم قال موسى فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة قال له آدم ومن أنت قال أنا موسى قال آدم أنت نبي بني إسرائيل أنت الذي كلمك ربك من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسول من خلقه قال نعم فقال آدم كيف وجدت في التوراة ألم تجد أن الله عز وجل قدر معصيتي وقدر خروجي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ قال موسى نعم قال فكيف تلومني على شيء قد قدره الله علي قبل أن يخلقني وفي هذا الحديث إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن الحوار الذي وقع بين آدم وموسى عليه السلام عندما التقيا ولعل ذلك كان في البرزق عند موت موسى عليه السلام فالتقيت أرواحهما في السماء كما جزم بذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى عليه السلام أي غلب آدم موسى بالحجة وظهر عليه بها كما أن موسى عليه السلام لم يلقي اللوم على آدم عليه الصلاة والسلام بأن ارتكب الذنب خاصة أنه تاب وقبل الله توبته فموسى نبي حكيم لا يلوم أحدا بشيء قد عفى الله عنه ولكنه إنما يلومه على إخراج نفسه وذرياته من الجنة قال تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل نهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فما كان من آدم عليه السلام إلا أن قال له إنما قدر الله علي أن أكون خليفته في الأرض فلابد لي من الخروج من الجنة عاجلا أم آجلا وهذا ما قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى عليه السلام وكان احتجاجه هنا على المصيبة وليس على المعصية والاحتجاج بالقدر على المصائب جائز وكذلك الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها جائز وأما الاحتجاج بالقدر على المعصية تبريرا لموقف الإنسان واستمرارا فيها فغير جائز لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الصواب في قصة آدم وموسى أن موسى لم يلم آدم إلا من جهة المعصية التي أصابته وذريته بما فعل لا لأجل أن تارك الأمر مذنب عاص ولهذا قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ولم يقل لماذا خالفت الأمر أو لماذا عصيت والناس مأمورون عند المصائب التي تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعالهم بالتسليم للقدر وشهود الربوبية كما قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر